موسيقى نشرة الأخبار مع راوية شرف الدين ومحمد نجم أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار من اي تي في العدلة أهلا بكم والبداية دوما مع أبرز العنوين موسيقى عودة تدريجية للحياة الطبيعية مجلس الوزراء يقرر السماحة بالجلوس في المطاعم والمقاهي اعتبارا من الأحد المقبل موسيقى على خط الدعم الكويتي للقضية الفلسطينية الشؤون تطلق غدا حملة إغاثية عاجلة لصالح الشعب الفلسطيني موسيقى عجلة اللجاني تستانف الدوران المالية البرلمانية تنجز ترتيب أولوياتها وتناقش الخطط الإنمائية للدولة موسيقى وخمسة عشر مرشحا يتنافسون السبت في تكملية الخامسة والداخلية أنهت الاستعدادات والاشتراطات الصحية حاضرة موسيقى تاريخ مشرف وكبير لرجل خدم البلاد والعباد في أصعب الظروف ستبغى ذكراك وبطلاتك خالدة لدى الشعب الكويتي موسيقى وفي النشر ثرى البلاد يحتضن جثمان أحد أبطال المقاومة الباسلة سعد شرار العازمي موسيقى مؤشر جديد على تحسن الوضع الوبائي في البلاد واتجاه الإجراءات نحو العودة التدريجية للحياة الطبيعية في ظل حسار معدل الإصابات اليومية بكورونا مترافقا مع تصاعد نسبة الإقبال على التطعيم وإعطاء الجرعات ضد الفيروس هذا المؤشر تعكسه القرارات المتتالية التي تدل على انفراجة تدريجية في الإجراءات المشددة لمواجهة الجائحة نعم فقد قرر مجلس الوزراء السماحة بالجلوس في صلاة المطاعم والمقاهي مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل ويأتي قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الثلاثاء بحسب تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر على خط الدعم الكويتي المستمر للقضية الفلسطينية وتفاعل مع الأحداث المؤسفة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة إثر العدوان الإسرائيلية أعلنت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية الاجتماعية هناء الهاجري عن إطلاق حملة إغاثة شعبية عاجلة لصالح الشعب الفلسطيني بدءا من يوم غد ولمدة شهر وفي تصريح صحفي بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح والسفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب قالت الهاجري أن ذلك يأتي في إطار التزام الكويت بمناصرة ودعم الأشقاء في فلسطين والوقوف بجانبهم خلال الأحداث المؤسفة والممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال لأبناء الشعب الفلسطيني وهو ما عبر عنه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في تصريحاته التي أكد خلالها بأن الكويت لن تدخر جهدا لنصرة الأشقاء الفلسطينيين حول الحملة الغاثية التي تنطلق غدا تنضم إلينا عبر الهاتف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية الاجتماعية هناء الهاجري أهلا بك سيدة هناء الدور الإنساني اللافت للكويت ينسجم مع المبادرات والحملات الإغاثية لصالح الشعوب المنكوبة لا سيما أن الشعب الفلسطيني من أهم الأولويات لدى دولة الكويت ما هي استعداداتكم لهذه الحملة خاصة وأنها تأتي بالتنسيق مع وزارة الخارجية مساكم الله الخير جميعا والمشاهدين الكرام طبعا بالنسبة لحملة ما هي رح تنطلق إن شاء الله غدا رح تكون في مجتمع المجتمع في منطقة اليارموك وبحضور سعادة السفير الفلسطيني سيد طهبوب وأيضا بحضور مدير إدارة التنسيق والتعاون في وزارة الخارجية السيد ناصر الصديق ونأمل طبعا بحضور أيضا مؤسساتنا من المؤسسات العاملة في دولة الكويت المؤسسات الخيرية المؤسسات العمل الخيري التي ساهمت ولا تزال تساهم في دعم القضية الفلسطينية نعم ما هي الإجراءات التنظيمية للحملة خاصة في ظل الاشتراطات الصحية بسبب جائحة كورونا طبعا بالنسبة لنا سيتم الجمع عن طريق الأونلاين وعبر الروابط الإلكترونية التي سوف تطلقها مؤسساتنا أو جمعيات الخيرية المشاركة في هذه الحملة بدأت بالفعل مؤسساتنا كانت سباقة في الاستجابة لهذا الأمر وتقديم مشاريحها قبل تقريبا أسبوع من تاريخنا اليوم ولكن أتم الموافقة طبعا إعطاءهم الموافقات وأيضا غدا إن شاء الله رح يكون الموعد ذات لإطلاق الحملة اللي رح تستمر لمدة شعر بإذن الله نعم على ذكر الجمعيات الخيرية أطلقت الجمعيات الخيرية حملات للتبرى للشعب الفلسطيني ما هو وما هي طبيعة الدور الذي تقومون فيه في مراقبة وتسهيل مثل هذه الحملات بالنسبة طبعا يبطي كزدور وزارة الشؤون على الرقابة الداخلية على المشروع وعلى جمع التبرعات بحيث أنها تسمى مثقا للضوابط والآليات المنظمة لهذا العمل وهي عن طريق الأونلاين والكينت والاتعاد عن الجمعي النقدي إضافة أيضا إلى طبعا إشراف وزارة الخارجية والذي يظهر في إشرافها على الجمعيات أو وجود الجمعيات الخيرية الموجودة في فلسطين الشقيقة في منظومة وزارة الخارجية بحيث أن نضمن وصول هذه التبرعات إلى المستحقين نعم شكرا جزيلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية الاجتماعية هنا الهاجري برلمانيا أكد مراقب مجلس الأمة النائب أسامة الشهين أهمية دور مجلس الأمة ومواقفه المشرفة تجاه مناصرة القضية الفلسطينية مشيرا إلى أن المجلس سيعقد الأسبوع المقبل جلسة ليست الأولى من نوعها فيما يتعلق بهذه القضية والتقى الشهين رئيس وأعضاء تنسقية المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج لفلسطينيي الخارج في إطار سياسة مجلس الأمة الداعمة للقضية الفلسطينية والتضامن مع المرابطين في فلسطين المحتلة والقدس الشريف وقد أعرب أعضاء الوفد عن شكر الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج لمواقف الكويت مثمنين مواقف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم المؤثرة تجاه القضية الفلسطينية كما ثمن الوفد الزائر موقف الشعب الكويتي السباق تجاه الأحداث الأخيرة والتي تمثل استمرارا لدور دولة الكويت الريادية في نصرة القضية الفلسطينية وميدانيا في غزة أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 212 فلسطينية في غضون ذلك أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومدفعياتها أطلقت نحو 1615 غارة لليوم التاسع على التوالي أصابت مختلف مناطق ومحافظات القطاع نتيجة التدمير الذي لحق بأكثر من 600 وحدة سكنية وتعرض 316 وحدة سكنية لأضرار بالغة في قطاع غزة نتيجة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي للقطاع نزح ما يقارب 47 ألف فلسطيني إلى 58 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين أونروا في أنحاء مختلفة من القطاع أعلن ذلك مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية أوتشا وأضاف المتحدث الإعلامي باسم أوتشا أن الشركاء الإنسانيين الذين يعملون على توفير المأوى قد قاموا بدعم أكثر من 500 أسرة متضررة بمواد غير غذائية وقال إن تضرر المستشفيات ومراكز الرعاية يزيد من حدة الأزمة والحاجة للمساعدات وشرح المتحدث الإعلامي باسم أوتشا عبر تقنية الاتصال المرئي أن إمدادات الطاقة في جميع أنحاء غزة لا تزال متاحة لفترات تتراوح ما بين 6 إلى 8 ساعات في اليوم وذلك بسبب تلف خطوط وشبكات التغذية ما يعطل توفير الرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى بما في ذلك المياه والنظافة والصرف الصحي في الوقت ذاته أشار إلى تزايد الحاجة للدعم الغذائي والنقدي حيث لا تزال جميع أنشطة الصيد محظورة قبالة السواحل غزة مع ضرورة تقديم المواد الغذائية والمساعدات النقدية للنازحين وأعرب عن قلق نتيجة إغلاق موقع التخلص من النفايات الصلبة الرئيس في غزة مؤقتا نتيجة القصف ما أدى إلى تراكم النفايات الصلبة في محطة فرعية وسط مدينة غزة وفي الوقت الذي لا تزال فيه الضفة الغربية تشهد مظاهرات واشتباكات واسعة النطاق في العديد من المواقع يواصل شركاء العمل الإنساني في المجال الصحي علاج الإصابات الناجمة عن استخدام الذخيرة الحية من قبل القوات الإسرائيلية من جهته أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي وزوارقه ومدفعياته أطلقت نحو 1615 غارة لليوم التاسع على التوالي أصابت مختلف مناطق ومحافظات القطاع وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية في نشاط اللجان البرلمانية قال رئيس اللجنة المالية النائب أحمد الحمد أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأحد المقبل لمناقشة مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية الخمسية التي تقدمت به الحكومة وأضاف الحمد أن اللجنة قامت بترتيب أولوياتها والتي ستتم مناقشتها خلال اجتماعات متتالية للجنة مضيفا أن اجتماع اللجنة سيشمل مناقشة مشروع بقانون بشأن الصكوك المقدم من الحكومة ولفت إلى أن اللجنة ستناقش كذلك الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي يعتبر ضمن أولويات اللجنة كما ستقوم بمناقشة الاقتراح بقانون المحال إليها من اللجنة التشريعية فيما يخص النصب العقارية وعلى مسافة أيام من الانتخابات التكملية بالدائرة الخامسة والتي ستعقد السبت الموافقة الثاني والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة خمسة عشر مرشحا أكدت وزارة الداخلية استعداد إدارة شؤون الانتخابات لعقد وتنظيم هذه الانتخابات قال المدير العام للإدارة العامة لشؤون القانونية بالوزارة العقيد الحقوقي صلاح الشطي إن عملية الاقتراع ستجري وفق الاشتراطات الصحية المتبعة في ضوء جائحة كورونا وذلك في مائة وخمس وستين لجنة موزعة على سبع وعشرين مدرسة تشمل اللجنة الرئيسية وثلاثة عشرة مدرسة للذكور ومثلها للإناثة وأوضح أنه تم تخصيص مقر اللجنة الرئيسية لمصابي كورونا ولمخالطي المصابين وموضح أن وزارة الصحة ستحدد آلية الخروج من العزل المنزلي للمشاركة في الانتخابات من جهة ثانية وفرت وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن رقم القيد ومكان التصويت للانتخابات التكملية للدائرة الخامسة وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنية أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود قطاعات المؤسسة الأمنية لتسهيل وتبسيط الإجراءات على الناخبين خلال انتخابات مجلس الأمة التكملية وأوضحت أن الإدارة العامة لنظم المعلومات قامت بالتنسيق مع إدارة شؤون الانتخابات بإضافة الاستعلام عن تكملية الخامسة على موقع الوزارة تحت عنوان الخدمات الإلكترونية ودعت جميع الناخبين المسجلين في الجداول الانتخابية لهذه الدائرة إلى ضرورة مراجعة الموقع وذلك توفيرا للوقت والجهد وحرصا على سلامة الجميع ترجمة نانسي قنقر أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي اتصالا هاتفيا مرئيا مع القوات الكويتية المشاركة في عملية إعادة الأمل بالمملكة العربية السعودية ومنتسبي الجيش الكويتي في القوات المشتركة بمملكة البحرين وذلك للإطمئنان على أوضاعهم قالت مدرية التوجيه المعنوي بالعلاقات العامة بالجيش إن وزير الدفاع نقل لمنتسبي تلك القوات تهنئة وتبركات سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الفطر السعيد وأكد خلال الاتصال على أن ما يقوم به منتسب القوات المسلحة سفراء الجيش الكويتي من مهام وواجبات وتضحيات وبطولات إلى جانب الأشقاء هو محل فخر واعتزاز لدى كل كويتية مؤكدا أن أمن واستقرار المملكة كان ولا يزال جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار الكويت احتضن ثرى البلاد اليوم جثمان أحد أبطال المقاومة الكويتية الباسلة إبان الغزو العراقي الغاشم المخترع سعد شرار العازمي نعم الفقيد سطر مواقف بطولية مشهودة خلال مقاومة الغزو الغاشم وخلد سيرة عطرة في تاريخ بطولات دولة الكويت ودعت الكويت أحد أبنائها البررة ورجل من الذين شاهد له الجميع بالشجاعة والفداء والعبقرية والتواضع سجل اسمه بأحرف من نور في سجل المقاومة الكويتية أثناء الغزو العراقي الغاشم وهو المخترع البطل سعد شرار العازمي لقد خاض الفقيد معارك الشرف والبطولة في مواجهة الغزو ليسجل تاريخا وملاحم من تضحية وشموخ وعزة وصمود على طريق الذود عن الوطن وكرامته وعزته وقد أشغل بطل مقاومة الكويتية المخابرات العراقية أثناء الغزو الغاشم وأصدر بحق حكم الأعدام بسبب تفخيخه للسيارات وأطلقوا عليه أبو التفخيخ سعد فقيدة شبيرة سعد تدري صديق النضال ورجل قدم تضحيات كبيرة الكويت الأيام التي كانت تحسب فيها الرجال وعزانة فيه كبير والله وعزاه الكويت فيه سعد سعد بطل وسيبغى بطل وذكرها مخلدة عنده الكويت وعند كل الشرفاء والله ما نقول إلا الله يرحمه ويغفر له ويدخل له الجنة إن شاء الله من أوسع بوابه فعلا الكويت خسرت مثل الهامة هذه الصرح الكبير المخترع بطل المقاومة الرجل البشوش الضحوك وما نقول إلا الله يرحمه ويغفر له وإن شاء الله عمالها الخير مستمرة في الدنيا بوجود عيالها إن شاء الله عاش بطل ومات إن شاء الله شهيد هذا بس اللهم آمن الله يرحمه يغفر له يا رب العالم أهل الكويت طول عمرهم سباقين والحمد لله وشكر لله سعد إن شاء الله لنا ذكريات جميلة معه وإن شاء الله أنه صاحب خير وصاحب فضل على كثير من الناس وصاحب تاريخ مشرف في المقاومة الكويتية والحمد لله على كل حال الله يرحمه ويبيعه وهو بطل من أبطالة مقاومة جزاء الله الفخير وسوى حق المعاغين سيارات وكل بول مجاني وهذا أجر على الله سبحانه وتعالى وأفعاله طيبة أنا صديق طول عمرهم من يوم الطفولة الله أخذ من أنت أيام الغزو فعل أفعال طيبة وسموا أبو التفخيخ وحكموا عليه بالعراق تاريخ مشرف وكبير لرجل خدم البلاد والعباد في أصعب الظروف ستبغى ذكراك وبطلاتك خالدة لدى الشعب الكويتي اليوم احتضنك تراب الوطن الذي أحببت فهد زايد اي تي في العدالة أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية استعناف توزيعات الوحدات ضمن مشروعي جنوب مدينة صباح الأحمد وشرق تيماء للسنة المالية الحالية وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة عمر الرويح أن التوزيعات المقررة ستتم وفق الجدول المحدد للقسائم السكنية في مشروعي جنوب صباح الأحمد وشرق تيماء وأضاف أن إجراء أول قرعة سيكون يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من مايو الجاري لمشروع شرق تيماء والمخصص للمواطنين من فئة من بعبيت كما لفت الرويح إلى أن استناف توزيعات القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة صباح الأحمد وهي بمساحة أربعمائة متر مربع للقسيمة سيبدأ في الثاني من يونيو المقبل خمسة عشرة مضخة متنقلة جديدة ومتطورة انضمت إلى أليات قوة الإطفاء العام قام بتجينها رئيس القوة الفريق خالد المكراد خلال زيارة تفقدية إلى ورشة الإطفاء العام بمنطقة الري ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإطفاء إن من أهم استخدامات هذه المضخات سحب مياه الأمطار وإنقاذ السفن والزوارق عند وجود أي تسريب للمياه فيها وأضافت أنه سيتم تزويد بعض الأليات والزوارق بهذه المضخات المكونة من حجمين الأول يقوم بسحب ثمانية ألاف لتر ماء بالدقيقة الواحدة فيما يقوم الثاني بسحب ثلاثة ألاف لتر ماء بالدقيقة الواحدة هذا وقد تفقد الفريق المكراد خلال زيارته لورشة الإطفاء قاعات التدريب الخاصة بدورات الترقية لأعضاء القوة المقامة حاليا كما اطلع على تجهيزات القاعات التدريبية والبرامج التي تستخدم في جميع دورات الترقيات للضباط وضباط الصف نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل أكثر من أربعين أجراء اتخذها المركزي لمواجهة تداعيات كورونا على القطاع المصرفي من جديد أهلا بكم أغلقت بورصة الكويت عملاتها على انخفاض مؤشر السوق العام أربعين نقاط وعشرين نقطة وقد تم تداول كمية أسهم بلغت خمسة مائة وثلاثة وستين مليون ومائتي ألف سهم بقيمة نقضية بلغت اثنين وثمانين مليون وخمسة مائة ألف دينار تمت عبر ثمانية عشرة ألفا وثمانمائة وستن وثمانين سفقة هذا وارتفع مؤشر السوق الرئيسي نقطتين واربعة عشر النقطة فيما انخفض مؤشر السوق الأول سبع نقاط وعشرين النقطة بدأت وحدات القطاع المصرفي الكويتي على نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي حيث أظهرت مؤشرات إيجابية ومطمئنة حيال تجاوز هذا القطاع الحيوي تداعيات جائحة كورونا وأثبتت صوابية إجراءات وتدابير البنك المركزي المتخذة منذ بداية الأزمة في إبريل لعام 2020 بواقع ثلاثة وأربعين تدبيرا وإجراءا وتعميما وقُبلت تلك الإجراءات بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الاعتماني العالمية لا سيما أنها أثبتت من خلال نتائج الربع الأول للبنوك أن القطاع المصرفي الذي يعتبر أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية للأزمات بات أحد الدفاعات الرئيسية لحماية الاقتصاد الوطني وتحول من قطاع يحتاج إلى المساعدة الحكومية إلى أحدى أدوات مواجهة الأزمات النشرة مستمرة وفيها في الرياضة بعد الفاصلة أحسين المسلم رئيسا للاتحاد الدولي للسباحة بالتسكياب مجددا أهلا بكم أعلن الاتحاد الكويتي للسباحة أن مرشحه ومرشح العرب وقارة آسيا لرئاسة الاتحاد الدولي حسين المسلم أصبح المرشح الوحيد لهذا المنصب بعد تنازل منافسه رئيس الاتحادين الإيطالي والأوروبي باولو بارلي أمام المسلم ويمهد هذا الإعلان الطريقة أمام المسلم لشغل هذا المنصب بالتسكية في انتخابات المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي المقررة خلال اجتماع الجمعية العمومية المزمعية عقدها في العاصمة القطرية الدوحة في الخامس من شهر يونيو المقبل هذا وقال أحسين المسلم أن تنازل بارلي جعله المرشح الوحيد وأن هذا التوافق سيخلق حالة من تعاون بين أسرة الاتحاد الدولي مؤكدا أهمية القارة الأوروبية للاتحاد الدولي في تطوير الألعاب المائية عالميا توج النادي العربي رسميا بلقب الدور الكويتي الممتاز لكرة القدم أستي سي للمرة السابعة عشر في تاريخه بعد تعادله مع نظره خيطان بهدف لكل منهما في اختتام منافسات الجولة الثامنة عشر والأخيرة من النسخة التاسعة والخمسين من المسابقة وحقق العربي حلما طال انتظاره بقيادة رئيس مجلس الإدارة عبد العزيز عاشور وبقية الأعضاء بالمجلس وبهذا التتويج تساوى العربي مع القادسية في قائمة الأكثر تتويجا باللقب برصيد سبعة عشر لقبا لكل منهما وتسلم قائد الفريق عبد الله الشمالي كأس البطولة بحضور الدكتور صجر الملة نائب مدير الهيئة العامة للرياضة والشيخ أحمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الاتحاد مع عبد العزيز عاشور رئيس مجلس إدارة العربي وأعضاء الاتحاد والنادي من جهة أخرى هبط إلى دور الدرجة الأولى فريقي الساحل وخيطان فيما صعد إلى دور الأضواء فريقي التضامن واليرموك إلى هنا وصلنا إلى ختام نشرتنا لهذه الليلة كما يمكنكم متابعة أخبارنا عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعية أيضا يمكنكم مشاركتنا بأرائكم وقضاياكم ومناشداتكم عبر مقاطع فيديو قصير على رقم واتس أبضلنا بفقرة تفاعلات شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة